خصصت لتلك الحشود الكبيرة لكن حينما تبدأ التهدئة قد يسقط العزل يقال أنها مجرد أصوات عابرة أو أضواء ساطعة وربما القليل من الماء والنتيجة تسمم أو إصابات بليغة أو إعاقات دائمة وتشوهات وإلا فالموت هو المصير المحتوم أصوات قوية جدا تتجاوز قدرات السمع البشرية تطلقها الأسلحة الصوتية من مسافات بعيدة هي أحد أبرز الأساليب المستخدمة لتفريق المتظاهرين بواسطة إطلاق ضجة قوية ومؤلمة من شأنها أن تسبب ضررا كبيرا في الأذنين وقد تؤدي حتى إلى الصمم وتؤكد تقارير طبية عديدة حدوث حالات صمم وأوجاع في الأذنين أو طنين متواصل حيث تعمل الأسلحة الصوتية دون تمييز ومن هنا قد تسبب أوجاعا أو أضرارا للمتظاهرين وأيضا للمتفرجين الواقفين جانبا وحتى لعناصر الشرطة أنفسهم ومن الوسائل الأكثر انتشارا في تفريق المظاهرات في العالم أو منع الوصول إلى مناطق معينة فيها سيارات الرش والتي كثيرا ما شاهدناها ترش المتظاهرين في الساحات والميادين بالمياه لكن ثمت أمور خلف الكواليس لا نعرفها حيث تستخدم تلك المياه ذات الرائحة الكريهة أحيانا أو سوائل ساخنة على المتظاهرين ويمكن أن يسبب استخدام سيارات الرش ضد المتظاهرين في انخفاض حرارة أجسامهم أو جروحا نتيجة تعرضهم المباشر لضغط تيار الماء أو الوقوع أو الارتطام بأشياء أخرى إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن المواد الكيماوية والأصباغ المذابة في الماء كما تستخدم الأجهزة الأمنية وسائل غير آمنة بهدف تفريق المتظاهرين منها وسائل التهييج الكيماوي الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل فالاعتقاد السائد هو أن هذه الوسائل تسبب أضرارا طفيفة وعابرة لكن النتائج الفعلية والتي أجرتها منظمة أطباء لحقوق الإنسان الدولية تفيد بوجود حالات مرضية بنسب مقلقة بل وحالات موت نتيجة استخدام هذه الأسلحة فبحكم طبيعتها لا تميز وسائل التهييج الكيماوي بين شخص مستهدف وغيره أي أنه يصعب تصويبها بدقة نحو إنسان معين ومن الغريب أن رذاذ الفلفل قد جرى تطويره في الولايات المتحدة حيث استخدم في البداية لإبعاد الحيوانات البرية وفي نهاية الثمانينات أصبح سلاحا تستخدمه الشرطة إلى غير ذلك يتم استخدام مدرعات عسكرية مثل درع الكلاشينكوف وهو عبارة عن مدرعة مضادة للإحتجاجات يمكنها حمل ثمانية وثلاثين شرطيا كما تضم كاميرات مراقبة ورشاشات مائية وغاز مسيل للدموع ويهدف تصميمها لحماية الشرطة وتفريق المظاهرات بأقل الخسائر كما يتم أحيانا تفريق المتظاهرين باستخدام غاز الضحك والذي يطلق على المتظاهرين في الساحات ويثير أجواء من النشوة بهدف إشغال المتظاهرين عن قضيتهم فالمخاطر الصحية الناجمة عن استنشاق الغاز تؤدي إلى التسمم بأكسيد النيتروز وكذلك الشعور بالدوار والغثيان وقد يؤدي أحيانا إلى الشلل قد تستهين بعض الشيء بالرصاص المطاطي والإسفنجي وغير ذلك من العبارات اللطيفة التي تطلق على الوسائل المستخدمة ضد المتظاهرين ولكنك لا تتصور حجم الضرر الناجم عنها حيث الإصابات والوفيات والإعاقات الدائمة تستخدم المقذوفات الحركية والتي تسمى أيضا الرصاص المطاطي أو الإسفنجي لتفريق المظاهرات ويجري إطلاقها بواسطة أنواع عديدة من البنادق والقاذفات وتكمن خطورتها في أنه من غير الممكن التصويب الدقيق عند إطلاق المقذوفات الحركية ولذلك هناك احتمال أن تصيب المرة وقد تصيب الأعضاء الحيوية من جهة أخرى عند إطلاق هذه المقذوفات عن قرب قد تكون فتاكة إذ ترتفع احتمالات الإصابة القاتلة ويجري إطلاق المقذوفات الحركية بواسطة مجموعة متنوعة من القاذفات والبنادق بعضها عبارة عن إضافة للبنادق التي تستخدم لإطلاق الرصاص الحي وبعضها الآخر تم تصميمه خصيصا لكي يستخدم كسلاح لتفريق المظاهرات اعتمادا على نوع الرصاصة والقاذفة يمكن إما إطلاق رصاصة واحدة أو عدة رصاصات في الدقيقة الواحدة لذا فإن العبارات البراقة للوسائل المستخدمة في تفريق المتظاهرين كغاز الضحك أو رش المياه وليس آخرها الرصاص الإسفنجي أضرار استخداماتها إما موت محقق أو إصابة دائمة إضافة إلى الأضرار النفسية المترتبة عليها ترجمة نانسي قنقر